موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصار والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وحضرتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين اللهم صيبا نافعا كان هذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى مطرا كان يقول اللهم صيبا نافعا وكان هذا الدعاء من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال التي تطرأ على حياة الإنسان ولذلك كان الدعاء مخ العبادة لأنه بيدخل في جميع ثنايا حياة الإنسان عند خروجه من البيت وعند دخوله إلى البيت عند رؤية الرياح قادمة أو إحساسه برياح شديدة عند فطول ونزول الأمطار عند خلود الإنسان إلى نوم عند بدء الطعام عند الانتهاء من الطعام عندما يلبس الإنسان الثوب الجديد عند إخراج الإنسان للصدقات أنواع وألوان من الأذكار أثناء أداء عبادة الحج وعبادة العمرة يعني الدعاء متخلل وداخل في ثنايا حياة الإنسان ودي صحبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى في كل وقت وحين وأنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء طالبا النفع والسؤال من خير الدنيا والآخرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بمثل هذا الدعاء اللهم صيبا نافعا الصيب هو المطر وقال بعض أهل العلم هو السحاب المتراكم الشديد والذي ينتج عنه ذلك الصيب أي المطر الشديد قال بعض أهل العلم بأنه دا يدل على المطر الذي يعني ينزل بشدة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء اللهم صيبا نافعا ويقيد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة نافعا معنى الدعاء اللهم صيبا أي سقنا من هذا المطر يعني سقيا نافعا ينتفع بها الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم بهذا الدعاء يدفع به الضر عن الإنسان قدر المستطاع وإحنا في كل الأحوال بنحمد الله سبحانه وتعالى ونرجو رحمة الله في كل وقت وحين وندعو دائما أبدا بمثل ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا على بلدنا وعلى سائر بلاد العرب والمسلمين والناس أجمعين اللهم آمين 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 حبيت بس نبتدي بهذا الأمر مع حضرتكم نستقبل هذا الموسم من الشتاء بهذه الدعوات بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحيح دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في مثل هذه المواقف ونعلم أطفالنا مثل هذه الأذكار الطيبة والدعوات المباركة ونربط دايما حياتنا بهذه الأذكار وتلك الدعوات اللي واردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مع تمام التسليم بما قضى الله سبحانه وتعالى لابد أن احنا دائما أبدا نرضى وإن كانت الأمور في ظاهرها تبدو على أنها محن شديدة لكن في باطنها رحمة عظيمة فما يعني يقضيه الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعلى بني البشرية إن كان ظاهره يراه الناس أمرا شديدا صعبا إلا أن في باطنه رحمة عظمى وأهل الإيمان هم أولى من غيرهم بهذه الرحمة في الحقيقة فكل ما يعني يكون في هذا الركب الطيب المبارك هؤلاء أهل الإيمان دول أسرع الناس يعني أن تلهج الألسنة بذكر الله بل بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابنا ونردد دائما اللهم صيبا نافعا اللهم آمين آمين يا رب العالمين من ضمن الأسئلة احنا معنا الحقيقة كم كبير من أسئلة حضراتكم وعلى صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة أيضا فيه كم كبير جدا من أسئلة حضراتكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يعني فيه وقت الحلقة ونقدر أن احنا يعني نلبي أكبر قدر من أسئلة حضراتكم معنا كان فيه أخت فاضلة بتسأل ما حكم من نظرة صيام سنة وإنها دين علي إلى يوم الدين يعني أنها يعني نظر الداء عشان أنها ما تعملش أو يبدو من السؤال أنها ما تعملش زنب معين وهي لم تفعله فنذرت هذا الصيام عليك أو عليك بيئة الوفاء بما نذرتي الصيام دي حضرتك بقى حتقدري أنك تعمليه تأسيمي هذه الأيام إن كانت في استطاعتك الوفاء بهذا النذر وبس بنصح كل الأحباب قبل ما الإنسان يتفوه بكلمة النذر على طول كده أشوف نفسي حقدر أعمل ده ولا مش حقدر أعمله يعني لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته إنما علي إنه يعقل ما يقول فيبدأ الإنسان بالتفكير الشيء اللي أنا ألزم بي نفسه من الصيام أو من هذه القربة صيام قراءة قرآن قيام عدد من الركعات معينة صلاة عدد من الركعات معينة القيام بأي قربة الإنسان بيتوجه بها إلى ربه ويوجبها على نفسي عن طريق النذر أفكر أنا حقدر أعمل ده ولا مش حقدر أعمله فلا أوجب على نفسي شيء ليس فوق طاقتي فإن كان في طاقة حضرتك ما أوجبتيه على نفسك من الصيام فوجب على حضرتك الوفاء بهذا النذر وأسمي عدد هذه الأيام وإن شاء الله بإذن الله توفقي إلى ذلك وربنا يتقبل إن شاء الله أخت فاضلة بتسأل أمها يعني متوفاة من ست شهور وبتقول إحنا مش عارفين نعيش حياتنا من غيرها إن شاء الله وبنروح نزور المقابر كتير إن شاء الله بعد هذا الفاصل أجيبك أختي الفاضلة إن شاء الله فأدعكم مع خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل مرحبا بحضراتكم من جديد ونبدأ فيه الرد على أسئلة حضراتكم كان معانا أخت فاضلة بتسأل قبل الفاصل ترك يعني السؤال وبتقول إن الأم متوفاة من ست شهور ومش عارفين نعيش حياتنا وكل جمعة بنروح المقابر هل زيارة المقابر على هذه الصفة تحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن زوارات القبور كثرة الزيارة إلى المقابر ده شيء لأنه الأصل في الزيارة أن الإنسان بيروح للعظة ولا يعتبار لكن مش المسألة بقى كل أسبوع نروح القبور ونبتدي بقى بكاء ونحيب ومثل هذه التصرفات اللي هتدفع بكم إلى بعض التصرفات الغير لائقة واللي المفترض أن الإنسان المؤمن عنده نوع من السكينة الطيبة اللي هي بتملأ قلب ذلك الإنسان فبتخلي عنده رضا بما قضى الله سبحانه وتعالى كلنا إلى ذلك المصير يعني إلى ذلك المصير يعني أمر محتوم ما فيش فيه يعني أمر جديد فإيه اللي حينفع لو أنا يعني أو إيه الجدوى من وراء البكاء ونحيبوا كل جمعة نروح المقابر إذا أنتوا من فترة التانية بالتعاض وأنوا أنتوا بتروحوا تزوروا ما فيش أي مشكلة لكن كل جمعة على هذه الصورة فهذا الأمر مما ورد فيه مسألة يعني عدم انطباق الرحمة على هؤلاء النسوة التي يكثرنا من الزيارة للمقابر واللعن اللي كان فيه الحسل عن الله زورات القبور وزورات هنا يعني صيغة مبالغة أي المكثرات من الزيارة والذهاب إلى القبور يعني فإحنا مش عايزين يعني المسألة تخرج عن حد الاعتدال وهذا الحزن لابد له من نهاية وبعدين ما تعيشوش كل الناس اللي حواليك وفيه نوع من الهم والغم إنما علينا بقى نكون إيجابيين لأن المؤمن في كل الظروف اللي بيمر بيها في حياته هو إنسان إيجابي إنسان بيتعامل مع الظروف التي يحيى فيها والتي هو على دراية بيها كلنا إلى ذلك المصير كل شيء فاني نحن أهل فناء ونعيش على هذه الأرض مصيرها إلى الفناء ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى فأنا في الحالة دي المفترض إن أنا نبتدي بقى أن نصنع من الخير ونوهد الثواب للولدة الكريمة وكذا أنتوا هتحسوا بطمأنينة كثرة قراءة القرآن ووهب الثواب لها الصدقة إطعام الطعام صلة الرحم بتاعة الولدة الكريمة صلة الصداقة التي لها بذل الخير ووهب الثواب لهذه الوالدة المتوفاء إن كنا صادقين في هذه المحبة وما تتحولش إلى تصرفات فيها سلبيات وفيها خروج عن الآداب الشرعية المفترض إن النساء يلتزمنا بها وحتى نخرج عن دائرة ذلك اللعن الوارد في الحديث أختي الفاضلة وربنا إن شاء الله يصبركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها في واسع رحمته الأخ الفاضل بيقول نظرت لله تعالى خروفين في ذكرى وفاة أبي وأمي فهل يجوز تعديل النذر بأن أخذ من الخروفين يعني أخذ جزء منه للبيت أخي الفاضل أنا عندي في هذه المسألة الرأي الذي يرى بأن الإنسان إذا نظر شيئا كله لله أنا نظرت خروفين خروف لله نظرت أي ذبح لله سبحانه وتعالى ولم يستثني صاحبه وجب عليه أن يخرج الزبيحة كلها لله ذهب بعض أهل العلم وقالوا بأن الحقيقة أنت بتندر لكن هي بتقسم على ثلاثة هذا التقسيم على الاستحباب ويستطيع الإنسان أن يأخذ جزءا منها لكن الحقيقة الرأي الأول هو الرأي الراجح ليه؟ لأن دليله أقوى أنت أطلقت النذر ولم تستثني لم تخص فلم تقل إلا طعام أهل البيت إلا ثلثه إلا الربع إلا النصف فدايما الإنسان في النذر في الدبائح عايز تاكل منه أنت وأهل بيتك يبقى تستثني أثناء النذر فتقول لله علي هذه الذبيحة إلا طعام أهل البيت أو إلا الثلث أو إلا الربع تستثني القدر إلا حضرتك يعني محتاجه وتأكل منه فخلي حضرتك أحوط مع الرأي الأول الذي يرى بأنه حضرتك طالما لم تستثني أثناء النذري فوجب إخراج الخروفين لله سبحانه وتعالى برضو في أخت فاضلة بتسأل بتقول معروف أن الزكاء 2.5% لكن ذكرت اسم أحد ما شيخنا الأفاضل الكبار هو بتقول بيقول دائما أبدا أنه 10% على الأرباح وليس على رأس المال لا الحقيقة هو فضيلة الشيخ الكبير اللي حضرتك أشرت إلى اسمه في قال السؤال بتقول إنه هو دائما بيقول كده لا هو ما بيقولش دائما كده إحنا اللي مش منتبهين بس ليه صياغة الكلام الأصل إنه المال إذا بلغ النصاب يبقى أنا بطلع ووفق جميع الشروط وحال عليه الحول واستخرجت جميع الديون الخاصة أثناء العام بطلع 2.5% على أصل المال وعلى الربح الفتوى الخاصة بال10% وهو نفسه فضلته أشار إلى أنها أخذوها عن أحد أهل العلم واجتهاد طيب بأنه مثل هؤلاء فئة من الناس عندها مبلغ من المال المبلغ ده هم حطينه داخل البنوك يعني استودعوا في شكل شهادات بيعيشوا من الربح اللي بيخرج منها فاعتبر إن ذلك الأصل شيء يضر صاحبه لانتقاص من أصل بمعنى إن أنا حاطت مثلا 50 ألف جنيه حاطت 60 ألف حاطت 100 ألف جنيه أي مكان المبلغ اللي أنا حاطه فنحاطت المبلغ ده وأنا أتعيش من ثمرة ذلك المبلغ يضرني لو أنا كل سنة بأخذ من الأصل ومن الثمر لأنه طبعا يعني زي ما حضرتكم عارفين القيمة الشرائية للجنيز زي ما حضرتكم يعني عارفين القيمة دي بتبقى يعني متغيرة ماهيش حاجة ثابتة فانطلاقا من هذه الفتوى بنوها القياس فيها كان على إيه القياس النوم ما أسوها زي الأرض الزراعية الأصل ثابت والزكاة على ما يخرج من هذه الأرض وهذه الفتوى بهذا الاجتهاد بتوظف لهؤلاء الناس اللي واحد مثلا ما عندوهش حتى إلا مبلغ كبير وعايش من ما يضرنيش مثلا مئة ألف ستين ألف مئتين ألف أيا ما كان المبلغ اللي عند الإنسان وقافل المبلغ ده وبيعيش من الثمرة بتاعته مش هينفع يطلع على الأصل لأنه حينتقس من الدخل اللي بيدخله ففي الحالة دي هذه الفتوى وهذا الاجتهاد طيب وينقل شيخنا الفاضل هذه الفتوى عن من سبقه من أهل العلم فجتهدوا فيها قياسا على الأرض الزراعية بل بالعكس أنا شايف أنها فتوى رائعة جدا في مثل الأحوال اللي بيعرض لها الناس يعني مش بس إنسان يكون عنده مبلغ كبير وهو عايش منه ما قولي حتى عنده مبلغ كبير وعايش منه القوة الشرائية زي ما بقول لحضراتكم للجنيه متغيرة اللي كنت بقدر أجيبه بخمسة جنيه باثنين جنيه من سنة ولا من سنتين دلوقتي عايزي بمعايا خمسة أو ستة جنيه عشان أقدر أجيب نفس الشيء فإذا اجتهد علماءنا الأفاضل وفقا لقراءة دقيقة لأحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية واجتهاد طيب نظرا كمان للبصر بهذه السندات الورقية ماهيش دهب ولا فضة لكن أنا فيها اجتهاد طيب وليها يعني وجهة نظر تعتبر لها وليها استمداد من الفهم الدقيق غير المخل بيئة النصوص الشرعية فلا بأس فاحنا من دخلش دفده والله أنا أملك أموال كثيرة جدا وعندي الطاقة إني أطلع على الأصل وعلى الربح فبها ونعمة ما نقص مال من صدق شيء جميل لو أنا إنسان يضرني ذلك فأأخذ بتلك الفتوى لأن أنا حاطت حابس مبلغ المبلغ ده أنا لا أملك غير والمبلغ ده أنا حطه بس تفيد من السمرة اللي جيالي دي وبتعيش منه حتى لو أنا أفله كده وعندي أصول أخرى أنا هتطلع على الأصول التانية وقافل هذا المبلغ والله يا حضريك عايز تقلد ذلك الرأي يعني الأمر أنت أدرى بهذه الظروف اللي أنت عايشها فالمسألة يعني إيه لها اجتهاد طيب ولها سند معروف خالفها يعني خالف هذا الاجتهاد كثير من المجامع العلمية لكن طالما هذا الاجتهاد صادر عن أهل العلم فلا مانع أنه تأتي جهة تانية أو بفريق آخر من أهل العلم فيعترض على هذه الفتو لكن المعترض والمقدم للفتوى من أهل العلم مش حد من الشارع يعني مش حد مش لا أقصد من الشاية نأقصد أنه مش كل من هب والدب بيقول فتاوى والناس هي بتتبحها دون يعني دراية أو فهم نما الحقيقة أنه هذه صادرة من أهل فقه وأهل علم وأهل اجتهاد ومن اعترض عليها كذلك من أهل الفقه وأهل الاجتهاد لا بأس باعتراضهم هؤلاء لهم منهجهم وهؤلاء لهم منهجهم لكن ما يعنيني إنها صادرة عن أهل اجتهاد عن أهل تخصص وبالتالي من حق أن أنا أاخد بيها وبخاصة في عند الظروف الحالكة عند البعض ما يكون إنسان طالع مثلا على المعاشة مع مبلغ من المال ويدوبة جايله مبلغ من المعاش بسيط وطلع المبلغ ده حطه وأودعه شهادات بيكمل المعاش بتاعه بالثمرة اللي بتخرج عن ذلك المبلغ حاطت مثلا المبلغ اللي خده بعد الخدمة وقافل عليه في شكل شهادات معينة بيستثمر ذلك المال والبنك كمؤسسة تابعة للدولة بتستثمر للمواطن ذلك المال هي تنتفع وهو ينتفع لا هي مش علاقة دائن ومدين إنما هي علاقة شراكة فيما بين المواطن وفيما بين مؤسسات الدولة في أحد هذه المؤسسات وهي البنك وأنا بياخد السمرة دي كل مثلا فترة كل سنة أي مكان وبضمها على المعاش اللي أنا باخده فأنا يضرني ساعتها لو طلعت على أصل المال وعلى الربح فتكون هذه الفتوى يعني باب فرج ورحم على الناس فلما بتطلع الفتوى بيفتي علماءنا الأفاضل بجواز إخراج عشرة في المية على السمرة دالك أو على الأرباح فقط بناء على مثل هذه الأحوال يعني فالمسألة لكن كلامه كان واضح والمسألة ما لهاش علاقة زي ما يعني صاحب السؤال سأل في هذه القضية وأرجو أنها تكون واضحة إنما أنا عندي حساب جاري عندي مبلغ نشيله في البنك عندي جزء عمله شهادات الجزء اللي أنا عمله شهادات مثلا فاتح به البيت ويضرني الانتقاص من قدري فخلاص إنت عايز تتعيش من دايبة هو ده الدخل بتاعك والباقي إنت عتطل على الأصل والثمر فبيها ونعمة وإن كان المسألة يعني كان اجتهاد السادة الفقهاء خاص كمان أكتر بالفئة اللي هي مجهدة يضرها فعلا حقيقة إنها تاخد من أصل ذلك المال اللي أنت أودعت في البنك ومع ذلك بنقول المسألة الإنسان بيوازن أموره إحنا بنبين هذه الآراء وبننقلها إلى حضرتكم اجتهاد الشيخنا وأساتدتنا الأفاضل وبكل أريحية حضرتك تأخذ من هذه الآراء ما يتناسب مع ظروفك وأحوالك وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون علم الفروع على هذه السعة وتلك المرونة في غير إخلال بالأصول المعروفة تيسيرا على أحوال الناس ولأن حياة البشر لا تستقر على حال وليس لها نظام يعني ثابت في كل العصور والقرون إنما هي أحوال متغيرة وظروف مستجدة وأنواع من الشراكات وأنواع من الحياة لها يعني صفات كثيرة متعددة ودي وظيفة أهل العلم لما بنجد أو لما بيجد الناس بعض المعوقات في حياتهم ولازم حركة العلم تكون حركة دائبة لمواكبة أحوال الناس وهذا المقصود من علم الفروع مش زي ما بعض الناس قول أنتو بتلخبطونا أنا بسمع رأيي هنا ورأيي مش لخبطة ده اكتهاد مطلوب وقد تكون فتوى معينة بننقلها عن أحد أشياخنا بتصلح مثلا في البيئة المصرية قد لا تصلح في البيئة الليبية قد لا تصلح في بيئة في بعض لحياة بعض المسلمين في أوروبا فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ولابد أن نحن ننظر إلى أنه أصول ذلك العلم أنه متجاوب علم متجاوب علم نابض بحياة الناس وإلا كان رأيا واحدا وقولا واحدا لا تستقيم حياة الناس هكذا فما ناخدهاش على أنها اضطرب في الأراء أبدا هي اجتهاد طيب من أهل الفقه والعلم بيواكب حركة حياة الإنسان وهو ده المطلوب من الفقه هو ده المطلوب من الفقه وهو ده المطلوب من أهل الفقه والاجتهاد ضرورة يعني إنعاش الحركة العلمية بصورة دائمة بما يوفي يعني متطلبات وما يحتاج إليه الناس في حياتهم وإلا أصيب أصيبة الحركة العلمية بنوع من الجمود وده شيء يعني غير مراد به أبدا علم الفقه بالعكس علم الفقه ده علم يعني نقدر نقول أن علم إنساني فيه أشياء كثيرة جدا في حياة الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كمال التوفيق للجميع بإذن الله وزادكم الله حرصا على يعني التحري والسؤال طيب إحنا برضو فيه من ضمن الأسئلة التي معنا أخت فاضلة بتسأل عن رأي الدين في قراءة عدية ياسين على مش عارفة فلوس مسروقة كلام ده ليس له أصل وليس له صحة من الخرافات التي درجت بين الناس وأرجو أن احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء أنا يعني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصالح إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى الخير وإن ربنا سبحانه وتعالى يرد إلينا ما غاب عننا يعني هي دي الأحوال المطلوب الإنسان يكون عليها مش ترويج مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة وإنما هي من الأمور التي درجت بين بعض الناس أخت فاضلة بتتكلم إلى أن زوجها بيتحدث إلى نساء كثر وبتقول هو في نفس وقت بيقوم بكتير من الطيبات من الأعمال خير وبيسعى القضاء حوائج الناس وتكرر هذا الأمر يعني السؤال دا تكرر كثيرا ولكن هذا الزوج هي بتقول أنا لما بوجهه بمثل هذا الكلام بيقول لها أنا حر وبتقول حصلت مشادات كثيرة بيني وبينه وطلطت الطلاق ولم يرد علي ماذا أفعل لا ما تطلبيش الطلاق يعني أنا دلوقتي الزوج أنا بأهدي إليه نصيحة صحيح من حقي إذا تضررت من وطبيعي أنت متضررة على الأقل إن لم تتضرري يعني جسديا فأنت بتتضرري نفسيا وجسديا مجرد انشغال الزوج عن الزوجة بيجعله بدون ما يشعر يقصر فيما لها من حقوق أدبية وفيما لها من حقوق مالية أو فيما لها من حقوق أدبية فقط دون غيرها قلت أو كثرت بيبقى فيه تقصير طيب بيبقى أنا متضررة من أفعالي ذلك الزوج طيب أنا في الحالة دي وأنا شايفة إنه فيه جانب خير كبير لعل هذا الخير يرده لما أنا أجد الزوج شارد بهذه الصورة ما تكونش المعاملة بتاعتي بتتبني على أساس الطلاق والفراق إنما تكون على أساس النصح ودوام الدعاء النصح الدائم والدعاء الدائم بس النصح اللي هو إيه النصح اللي هو يعني فيه رفق النصح اللي فيه زكاء وسياسة وحنكة حتى لو أنا سريعة الغضب حتى لو أنا مش متحملة ذلك الأمر لا لازم أصبر نفسي إذا كنت عايزة حافظ على البيت وبخاصة إن فيه أولاد وإنت الحق الذي لك إن تضررت إن أنا أطلب الطلاق لكن ما أيسر ذلك إن أنا هد البيت لكن بناء البيت ده والحفاظ عليه هو الأصعب فده محتاج من حضرتك نفس أطول وإن أنا النصيحة من وقت للتاني وتكون النصيحة بطريقة لطيفة مش عشان هو على خطأ أنفره من إنه يتكلم معي إنما أخذ وأدي معاه وأبدأتي بالإيجابيات اللي في حياة وأقوله أنت رجل أهل خير وتقضي تقوم بقضاء حوائج الناس وما أجمل هذه العبادة فخير الناس ينفعهم للناس كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام وده شيء ما تفسدوش يعني ما تفسدش العمل الجميل ده بإنك تهلك الحسنات في فعل الرذائل والسيئات في أن تكلم النساء يعني كأنك تطيع من جانب وتعصي الله من جانب فتضيع هذا الرصيد الطيب لإن قضاء حوائج الناس ده من أعظم العبادات لإنه بيتخللوا شيء في التفريج عن الناس إنك يعني بتجبر خاطر الناس إنسان متعسر في شيء فبتجري تعملهوله إنسان محتاج مساعدة فبتجري تساعده إغاثة الملهوف دي على فكرة مش فقط إنك بتدي فلوس إغاثة الملهوف ده تشوف إيه اللي محتاجه الإنسان في اللحظة دي اللي هو محتاجه إيه وممكن يكون من أثر الأسرياء لكنه محتاج لإغاثة في نقطة معينة في مسألة معينة في أمر عارض عرضة يعني أو مر به فإنت بتحاول بتاخد بأديه بتخفف عنه بتواسيه فإن كنت أنت بتقوم بالأعمال الطيبة دي لا تهلكها ولا تضيعها بمعرفة غيري من النساء ممن لا يجوز لك فتكلم امرأة أو تتحدث إليها أو تغازلها بكلمات هي في أصل في الأصل أن هذه الكلمات لي وأن هذه المغازلة لي وأن هذا الكلام الطيب لا يكون إلا لي لأنني أنا الحلال وهؤلاء وحديثك إليهن شيء محرم فتكون الكلام بالطريقة اللطيفة وفي الأوقات اللطيفة الطيبة اللي بتكون ما بينكم لكن من هلش عليه أنت بتعمل أنت بتسوي إذا كنت أنا عايزة أرجو صلاح الحياة الزوجية لكن فكرة أنا بقول له أنت طلقني إلحق الطلاق ماهوش حل في كتير من المشاكل ماهوش حل وإحنا سرعان ما بنقول طلاق لا الطلاق ماهوش حل في كتير من المسائل يعني إن كان فإحنا بنقول زي ما قال بعض أهل العلم الطلاق ضرورة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة وشفنا بالأمس لما استحضرنا كلام القرآن الكريم حديث رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الرجال بالصبر على النساء حتى لو حدث للإنسان كره للزوجة ده لإرادة الإعمار والحفاظ على البيوت فأتمنى عليك تصبري ودعيله وتقولي اللهم باعد بينه وبين الزنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب ادعيله كده اللهم اجعلني قرة عين له واجعله قرة عين لي اللهم اكفني به واكفهي به ادعي بما شئت من الخير بس خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وادعي بقلب حاضر قضية الدعاء دي قضية خطيرة جدا قضية يعني مفتاح عظيم مفتاح سعادة النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الدعاء قال اللي بيملكه بيملك مفاتيح الرحمة اللي بتفتح له الباب ده اللي بيلازم باب الدعاء بتفتح له أبواب الرحمة فنحرص عليه لكن ما يبقاش هو أنا بكتهد وبسع وبأخذ بالأسباب وفي كل ده قبله وأثناء وبعده أنا على طول متسلح بالدعاء أدعو الله ورجائي في الله مش رجائي في أي شيء رجائي في الله سبحانه وتعالى وحده وأسأل الله من خيره وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويعني ببركة ما يصنعه من الخير إن شاء الله ربنا يكرمه ويصرفه عن فعل الحرام وعن المحادثة الحرام وعن النظرة الحرام وعن اللقاء الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية ولك السكينة والطمأنينة كثرة الدعاء له ركعتين في جو في الليل والإلحاح في الدعاء والانصراف إلى مصالح الأسرة والبيت وعدم الانشغال بما يصنع وإن شاء الله ربنا هيرد هذا الزوج إليك ردا كريما إن شاء الله خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى فيه برضو من ضمن الأسئلة اللي معانا فيه سؤال أنا مش يعني مش واضح بالنسبة لي أتمنى بس التوضيح فيه حد بعد يقول فيه شيخ قال إن الربا مباح في حالة بناء منزل مهدوم يعني أنا أتصوري يعني بتتكلم عن مسألة الضرورة أرجو بس توضيح السؤال يعني اللي بعت السؤال ده أرجو التوضيح لأنه مشتارك الإسم وأخت فاضلة بتقول أنا بحب إنسان جدا وتقدم لي أكتر من مرة وأهلي بيرفضوه وأنا مش قادرة أعيش من غيره هل لو دعيت ربنا بتعيني ذلك الشخص إنها ترزق به هل ده يحرم علي لا أنا عيزاكي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير القرآن أثبت اختلال نظرة الإنسان للأمور أنا بأمركز كل نظري وبصري على إنسان بعينه ويجهل الإنسان ما المصير مع ذلك المخلوق ما المصير إذا ما أصر الإنسان على اختيار بعينه الإنسان عنده يعني المقاليد أو وسائل ميزان الخير والشر ما هياش يعني بأبعاد الحكمة والبصيرة فيبقى الإنسان في الحالة دي يعمل يدعو الله سبحانه وتعالى ويعمم لا أخص يا رب رزقني بسين ده ولا أرزقني بفلان دي لكن أدعو الله لا أحرج على فضل الله سبحانه وتعالى لكن الأولى نحن نتبع النبي عليه الصلاة وسام في طريقة النبي في مسألة الدعاء كان النبي عليه الصلاة وسام وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم النبي استعمل كلام يسير جدا قليل جدا في معاني لا حصر له اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وما أنت به أعلم دي طريقة النبي عليه الصلاة وسلام ويستعيذ بالله من الشر كله عاجله وآجله وهكذا تكون صيغ النبي عليه الصلاة وسلام الجامعة المانعة لكل جامعة لكل معاني الخير فيها إحصاء دقيق حتى وإن بدت فيه كلمته هو ده جوامع الكلم التي أوتي النبي عليه الصلاة وسلام يعني ووفق إليها صلى الله عليه وسلم فإدعي الله مرزقني زوجا صالحا لا يؤذيني ولا يخزيني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فيدعو الإنسان بما أثر من الدعاء من القرآن الكريم ومن كلام خير المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وتدعي كده الله مرزقني زوجا صالحا لا يؤذيني ولا يخزيني ويبقى الإنسان يعم في مسألة الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يختار لك خيرا إن شاء الله طيب الأخت الفاضلة اللي بتسأل عن حكم الشرع في هجر الزوج لزوجته في الفراش أكتر من عشر شهور وتركوا البيت بدون أسباب على الرغم من أن العلاقة جيدة وبيصرف على البيت لكن مش عايز يرجع ليه مش عايز يرجع لازم نشوف ليه مش عايز يرجع الحياة الزوجية مش فلوس بس بيجي يرمي النفقة بتاعة البيت ويمشي الحياة الزوجية وحقوق الزوجة حقوق أدبية وحقوق مادية هذه الحقوق الأدبية والمادية يجبها عقد الزواج هذا العقد في الشريعة الإسلامية عقد معظم عقد له قدوسية وهذا العقد يملي باقة من الحقوق والواجبات في أمور لابد أن الزوجة يعني تحصل عليها رعاية الزوج مش فلوس بس ولا هي رعاية أدبية فقط هي مجموع الأمرين رعاية أدبية ورعاية نفسية من حق حضرتك أن يكون زوجك معاك يرعى أهل البيت يشوف ولاده دول دخلين فين خرجين منين بيكلموا مين ما بيكلموش مين محتاجين إيه مش محتاجين إيه مجرد وجود الأب والأم بطريقة مستقرة بيحدث اتزام نفسي في نفوس الأطفال فلازم نقعد معاه لازم أهلك الكرام يجلسوا إلى ذلك الزوج ونتكلم معاه إيه سبب في إن حضرتك يعني مش عايز ترجع البيت هل حدث من الزوج أمر هل يعني قامت بأدية ذلك الزوج بصورة أو بأخرى هل تمنعت عن القيام بالحقوق التي له إنما فكرة أصله خرج ومش عايز يرجع ده كده السؤال بينقصه أشياء كثيرة أو هناك دوائر بالنسبة لي غير واضحة فأتمنى إن إحنا نكون ما نجملش نفسنا ونكون واضحين عشان إذا كنا نرغب في الحل فيبقى يجي حد من أولياء كده كان يرفض الكلام مع حضرتك أو لو حضرتك بتطلبيه ده أنا أرجحه في الأول قولي له نجلس في جلسة كده نقعد نتكلم فيها تقولي أنت مش عايز ترجع عليه لأنه الحياة كده لا تستقيم إنه هو في ناحية وحريك في ناحية وبس بيدي فلوس ويمشي لازم يكون فيه سبب إنما حريك كده بتقولي من غير سبب ما ينفعش من غير سبب لابد أن يكون فيه سبب ولابد أن يصارحك به ولابد من الوصول مع هذا الزوج إلى حل واضح إذا عجزت أنا بنفسي أبتدي ألجأ إلى حد من عيلته الأول يكون حد عائل وحكيم لأنه بيبقوا ستروا وغطى عليه فشلت في الأمر ده في الآخر بقى بشوف حد من عيلتي أنا الأولاد لو نضجين يقدروا يتكلموا من غير ما ندخل في المسائل الخاصة اللي بينك وبينه بس نفهم إيه الوضع إيه الحالة اللي هو يعني وصل إليها دي أو إيه السبب ونسأل الله سبحانه وتعالى إن يصلح ذات البين إن شاء الله وإنه يجعل قرة عين الله ويجعله قرة عين لك ويرده إن شاء الله ردا كريما إن شاء الله مباركا فيه هنتلع إن شاء الله لهذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل مع حضرتكم على خير أدعكم مع خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود إلى أسئلة حضراتكم اللي يعني برضو وفدت على الصفحة الرسمية في التعليقات اليوم أخي فاضل بيسأل عن مسألة إنه يكون القاعدة الحمام تكون مستقبلة القبلة ولا هل هذا بيحرم ولا بيعني ورد الكراهة فيه أو ما شابه ذلك فهو أخي الفاضل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها لا تبقى في وجهة الإنسان ولا القبلة تكون في وجهته عند قضاء الحاجة ولا فيه يعني عند استدبارها كذلك في خلف الإنسان عند قضاء الحاجة لكن الحقيقة إنه العلماء لهم أراء في هذا الفهم وفي هذا النهي قالوا إنه النهي ده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من ذهب فقال ده مطلقا سواء كان في الفضاء يعني بعضهم لأن بعض الفقهاء قال لك الأمر ده خاص بأنه إذا الإنسان الأمر بالنهي خاص إذا كان الإنسان فيه فضاء ما فيهش حوائل ما فيهش حواجز أو بنيان يحجب ذلك الإنسان عند قضاء الحاجة ولكن ذهب البعض الآخر فقال لك لا طالما كان هناك فيه بنيان فلا بأس بذلك طيب إحنا نكون أخي الفاضل نحاول نكتهد إذا إحنا بنؤسس البيت من الأول يعني نحاول يعني نلتزم بهذا النهي قدر المستطاع فإن حدث خلاف ذلك فلا بأس بتقليد من رأى إنه إن كانت هناك حوائل من الجدران أو البنيان تحول بين الإنسان عند قضاء حاجته سواء كان مستقبلا أو مستدبرا فيتبع ذلك الرأي وفيش مشكلة لكن لو في إيدي تأسيس ذلك الأمر ولا جهد على الإنسان في القيام به فأولى إن خروجا من ذلك الخلاف إنه الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر عند قضاء الحاجة ويكون تأسيس البيت تأسيس المكان تأسيس المسجد قائم على رعاية الأمر أو النهي الوارد في ذلك الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر طيب كان فيه أخت فاضلة بتقول يعني هي بتبرر في السؤال بتقول ما حكم يعني إن الولدة اللي زوجها متوفة والدتها إنها بتعيش من أرباح البنك وبتقول وأنا كمان يعني عايشة من هذه الأرباح الحقيقة من دون أي نوع من ذكر الأعذار سبق وقلنا لحضراتكم بس بنقدم تقدمة علمية كده يعني بنقولها ليه يعني نوع من التأصيل العلمي لكن الحقيقة مع ذكر آراء السادة الفقهاء في ذلك بأنه قضايا البنوك من القضايا الخلافية وجب علينا من الناحية العلمية والمنهجية ذكر ذلك من القضايا الخلافية بين أهل الفقه والعلم وعندنا فريق لا بأس به من أهل العلم من المعاصرين وبعد زي ما قلنا لحضراتكم ظهرت العديد من القوانين بعد عام 2000 هذه القوانين أصبحت يعني تنظم البنوك بطريقة معينة ولها تأثير واضح جدا هذه البنوك على يعني طبعا اقتصاد البلاد ففي هذه الحالة ذهب كثير من أهل العلم بجواز مسألة الحوافز اللي بناخدها من البنوك عند إيداع المواطنين للأموال وقلنا أنه مسألة علاقة المواطن بالبنك مسألة تعاونية ولا مانع من التكرار للإفادة لأنه هذا السؤال بيتكرر يمكن يعني كل فترة رغم أننا فصلنا القول يعني مرارا وتكرارا ونقلنا بتفصيل في حلقات يعني كان لها أفردنا لها وقت طويل في مسألة الحديث عن إيداع المواطنين للأموال في البنوك وأنها علاقة يعني تعاونية فيما بين المواطن وما فيما بين البنك المواطن بيودع هذا المال في البنك طالبا من البنك أو كل البنك في ذلك المال بأنه هذا البنك يقوم باستثمار ذلك المال وفي نفس الوقت هو سلوك طيب من المواطن بيدخر جزء من المال وحتى لا يصاب ذلك المال بالكساد والخسارة فهو بيضع ذلك المال يستثمره وبقت في أنظمة في مؤسسات تقوم باستثمار أموال المواطنين وإن إيداع المواطنين في البنوك له أثر إيجابي وقوي في حركة إن عاش حركة الاقتصاد الوطني في أي مكان إن كانت هناك بعض الأبحاث الخاصة به بعض المعاملات داخل البنوك فدي لا تمنع بأنه هذه المؤسسات مؤسسات يعني تنتمي للدولة إحنا على الأقل كمان عندنا في بلدنا الحبيب جمهورية مصر العربية هناك مواد في الدستور بتحمي المواطن لها تأثير قوي جدا في إدارة ذلك هذه المسألة فأنا كمواطن رحت أطلب من البنك اللي هو مؤسسة تابعة للدولة بقول له أدخر ذلك المال وأستثمره وبيستثمر تستثمر الدولة في هذه المؤسسة هذه الأموال بطريقة معينة وهذا الاستثمار يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن فأنا بأخذ ثمرة ذلك الاستثمار تثبيت الفائدة وأنا فكرة الفائدة عشان هي لها مصطلح معنى مصطلح عند الناس إنما تثبيت هذا الربح أو هذه الثمرة قلنا لحضراتكم لأن إدارة هذه المؤسسات لا تقوم على إدارات عشوائية كعلاقة اتنين بيديروا مشروع بداي إنما تقوم هذه المؤسسات على دراسات قائمة على ما يسمى بالجدوى إحنا هندخل بكذا في الأماكن الفلانية بنسبة كذا بيخرج كذا وهذه الدراسات قائمة يعني بتقوم أبحاث ودراسات على تحديد هذه النسب ما هيش علاقة عشوائية بين المواطن وبين المؤسسة البنكية وبالتالي لما بيحدد هذا السعر تحديد قائم على شبه يقين وليس تحديد جزافي ربما أنت تخسر أو ربما لا هم فيه أنواع فيه ألوان معينة من الاستثمار تقوم بها هذه البنوك وأساس هذه البنوك عشان حضراتكم تبقوا برضو عارفين بيحمي اقتصاد الدولة يساعد على إنعاش الاقتصاد الخاص بالدولة بصورة كبيرة جدا فإداع المواطن في البلد والانتفاع بالربح ده فائدة مشتركة فائدة تعود على المواطن وفائدة تعود على الدولة كذلك أنت بتدخل مع الدولة بسندات ورقية مش بتدخل مع الدولة بدهب وفضة أنت بتدخل بسندات ورقية الورق الفلوس دي لا قيمة له في ذاته إنما هو نوع من أنواع التعامل بين المجتمع درج ده بأصبحنا عليه الآن فهذه السندات الورقية لها طريقة معينة في التعامل نظرا لأنها سندات ورقية من هنا انطلق كثير من أهل الفقه مش قليل على فكر إلا أباحوا هذه المعاملات ومنهم من أباح كل المعاملات البنكية ومنهم من أباح من السادة الفقهاء جميع التعاملات البنكية واستثنى منها مسألة القرن وقالوا بأنه لا يكون إلا عند الضرورة فإحنا بنقول الرأي ده وبنقول أراء السادة الفقهاء في هذه الصورة وأنا أختار من هذه الأراء وقلت لحضراتكم أنا بعد عرض أراءهم أقول لحضراتكم ما أختاره بأنه بجواز التعامل مع سائر البنوك في جميع المعاملات وبستثني أنا مع الفريق الذي يرى بأن القرد لا يكون قرد المالي مش القرد الخاص بالتمويل ما بنسموهش قرد تمويل الخاص بالعقار لأشتري شقة أشتري أي شيء قرد استثماري لاستحداث أو إيجاد مشروعات دي خارج عن نقطة دي أنا باخد قرد لشيء معين بشوف هحصل على مال بنسبة معينة على ذلك المان لا يكون إلا عند الضرورة لكن مع ضرورة ذكر بأنه فريق كبير من أهل العلم يرى حاليا بأنه جميع التعاملات مع البنوك حلال بما فيها القرد يعني ذهب يعني بعض من أهل العلم في مسألة القرد إلى ذلك لكن بتتسع مسألة دائرة قبول كثير من أهل العلم ليه المعاملات البنكية لأنه المسألة دي ما أميتش الدراسة فيها على دراسة المعاملة بمعزل عن الحالة والوضع الاقتصادي والبصر والنظر في نوعية هذه العقود والمعاملات على أنها عقود جديدة وأشكال من المؤسسات والشراكة جديدة لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتفى منها كل صورة فيها غرر بالمواطن بالعكس يعني إذا أنت بتدخل في علاقة مع إنسان وبتشاركه بيحذر عليك أن أنت تضع في نعم أو تلبس عليه شيء أو أنك تمشي المعاملة بطريقة معانبة فيها غرر أو فيها تضيع لمال ذلك الإنسان بالعكس المؤسسة البنكية الإنسان بيضع فيها أمواله والبنك المركزي يعني ضامن لكل ذلك وانت بتتعامل بأريحية مع الدولة وفي هذا التعاون نوع من الاستثمار الطيب على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات ويعود نفعه على الوطن بأسره فهي نوع من الشراكة طيبة ومن ذهب من أهل العلم إلى جواز ذلك لهم نظر واعتبار لا يستهان به في هذه القضية فإحنا من أزمش مسألة الربح اللي بتاخده على ذلك المال وتقول لا أنا زي بعض السائلين ما كانوا بيقول أنا هتبرع به أنا هعمله معرفش في كذا ليه أنت انتفع بذلك المال أنت مواطن شريف جبت فلوسك إن شاء الله نتمنى على الجانب جبت فلوسك مال حلال حطيته فيه البنك قلت يا أيها البنك الكريم استسمر لي ذلك المال إيه المشكلة لا أنت دائن ولا البنك طلب منك الفلوس يعني أنت مروحتش للبنك ولا حتى دفتر التوفير نفس الكلام أنت مروحتش للدفتر التوفير وروحته قلت له خد الفلوس دي أنا بسلفها لك لا قلت له أنا داخل معك في شراك أنا هفتح دفتر أنا هفتح حساب خد هذا المبلغ شغلي ذلك المال وإنت قائم عليه وأنا لاي قدر من الربح ولك كذلك قدر من الربح فأرجو أن نحن نبقى عارفين أنه في طائفة كبيرة جدا من أهل العلم أجازوا هذه المسألة بناء على نظر دقيق في فهم مقاصد الأحكام ومش بيمسك حكم بمعزل عن أحكام أخرى لا بيبقى في نظر كده موضوعي للموضوع برمته وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في كل ما نقول ونفعل يا رب طيب إحنا خلاص يعني أوشكنا على نهاية الحلقة بس حب أختم في سؤال أختنا الفاضلة اللي بتتكلم عن أنه هناك بعض هي اسمها مش واضح بالنسبة لي هي بتقول أنه أنا متعودة دايما النقرى جزئين في الأسبوع وبتوهي بالسواب ده لأقاربها من المتوفين وبتقول أنه هي سمعت شيخ من المشايخ بيقول أنه الكلام ده لا يصل وفيش دليل عليه والله يعني قال أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كل أعمال الخير ينتفع بها المتوفاء إذا هو مصر على رأيه ما يقولش رأيه بس يقول رأيه يقول ده رأيه لكن هناك من يقول بجواز ذلك وبعدين إذا كان أجازة لله سبحانه وتعالى لنا الدعاء بالغيب للآخرين ده الدعاء حتى للإنسان اللي لسه على قيد الحياة ما يمنع من وصول القرآن إذا كان أشار في نصوص الوحي الشريف إلى وصول ثواب الصدق وإلى وصول ثواب الحج وإلى وصول ثواب العمر إلا يمنع في وصول ثواب القرآن أنت أيها الإنسان حينما تقوم بأي عبادة أنت ملكت بفضل الله يعني تملك ذلك الثواب بفضل الله إن شاء الله لك القبول ولنا ولكم جميعا القبول فأنا بعد ما قمت بأداء العبادة كان عندي برا بأبي أو برا بأمي أو برا بأقاربي أو برا بأصدقائي أو برا بأشياخي أو برا بمن له فضل وحق عليه فأردت أن أنا أوهب هذا الثواب إليهم ما يمنع ذلك وأجازه كثير من أهل العلم مش قليل كمان اللي تعسف وقال لا أنا ما لقيتش نص صريح أشارت يعني النصوص الوح إلى وصول ثواب ما يهديه الحي للمتوفاء ما يمنع وصول ثواب القرآن إلا هيمنع يعني أنا أقرأ القرآن وبعد ما أصدق أوهب هذا الثواب مثل هذا الثواب إلى روح فلان اللي أنا عايزة أو إلى روح أرواحي أقاربي كذا أو كذا كما أنا شاء والإنسان عليه أن يصنع الخير وياها بالثواب وربنا سبحانه وتعالى يريه خيرا فإحنا مش كل يعني إيه إنسان نسمع إليه ولو كان الإنسان بنقول أنت مثلا معتقد في رأي بعيني كأنه مثلا يجي إنسان يجي في رأي في مذهب معين فيقول أنا والله الرأي ده بيقول كذا أو أنا معا أقوله بكذا ويجزمه برأي واحد وإنت بتكلم ملايين وبتشوفك ناس كتير وبيئات مختلفة وأوطان مختلفة وكل بيئة ليها ظروفها وليها أوضحها لما أجي أنا أخذ الناس برأي واحد يبقى أنا ما فهمتش وظيفة الفقه مش إن أنا أضع الناس في حيرة إنما التفريج على الناس بأراء أهل الفقه والعلم وإظهارها للناس حتى إن الناس ينعموا ببركة العلم واللي لها أساس ولها قوة ولها صحة ولها نظر ولها استدلال ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد عليك بقراءة القرآن ووهب السواب إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم وفي الختام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة